أعلن المرصد السوري أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقعا في ريف حمص وسط سوريا وفاد المرصد أن ضربة جوية إسرائيلية قصفت منشأة عسكرية من المرجح أنها مستودع للصاريخ في حين أشارت مصادر إلى أن ضربات جوية أخرى استهدفت مصنعا للنحاس في الحساء الصناعية جنوب غربي حمص مما تسبب في أضرار جسيمة وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص